في قلب كابو العاصمة أفغانستان ستوديوهات تجهز لإطلاق أول قناة نسائية في البلاد تيفي زان يقول مؤسس والقناة إنها أنشئت بهدف إحداث تغيير في المجتمع الأفغاني والمقصود هنا نظرته إلى المرأة حتى لو أدى الأمر إلى استفزاز المتطرفين في البلاد النساء تساعدنا في مقامة التقاليد لذلك لسنا قلقين هذا بلدنا وعلينا الاجتهاد لضمان حياة أفضل فيه قبل هذا المشروع كانت أطلقت مجلة نسائية عنوان هاجلارا ومعناها بالفارسية بؤبو العين وهي أول مجلة تعنى بالموضة في أفغانستان لكن خلف واجهة جذابة تبدو الطريق محفوفة بالمخاطر إذ يطمح القائمون على المشروعين إلى تقديم مواد ترفيهية وتثقيفية للأفغانيات بينها الأدب والقانون ويقصد بهذا الأخير تحديدا معلومات عن قانون الأسرة العالق في البرلمان منذ 2008 قانون كانت تعهدت الحكومة الأفغانية آنذاك بأنه سيعطي حقوقا أكبر للمرأة في التعليم والتوظيف وفي الحياة العامة والحكومة لكنه أوقف يظن القائمون على هذه المؤسسات الإعلامية أنهم سيحيون الحديث عنه والمطالبات بإقراره مهمة ليست يسيرة في بلد لا يمكن الجزم بأنه نفض عنه كل غبار الحرب والتطرف ترجمة نانسي قنقر